أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها من الطاقة المتجددة كما شدد رئيس السيسي على أن مصر تحرص على تزليل العقبات أمام جميع المستثمرين وعبد المشروع الأملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكننا من تزليل الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القرارات الأخرى السيدات والسادة الحضور لقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبها الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما تحرص الدولة المصرية على تزليل أي عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة الطريق لزيادة نسبة تلك الاستثمارات خلال السنوات القادمة